في هذا الفيديو سنستكشف ما الذي يحدد ارتفاع النبات أو حجم الحيوان من خلال الغوص في عالم العوامل البيئية والوراثية المعقد البدء بالعوامل البيئية وهي تشمل الظروف الموجودة في موطن الكائن الحي خذ بعين الاعتبار درجة الحرارة غالباً ما تزدهر الكائنات الحية ضمن نطاق معين وتتجنب درجات الحرارة الشديدة أو البرودة تلعب عوامل مثل الوصول إلى الغذاء والماء وضوء الشمس للنباتات ومساحة النمو الواسعة وبالنسبة للنباتات جودة التربة دوراً محورياً في النمو وعلى الجانب الآخر لدينا العوامل للوراثية يرث كل كائن حي الحمض النووي من والديه والذي يعمل بمثابة مخطط يحدد هذا الحمض النووي الحد الأقصى للحجم الذي يمكن تحقيقه للكائن الحي ومعدل النمو والشكل واللون والصفات الأخرى إذن كيف تتفاعل هاتان المجموعتان من العوامل؟ يحدد للتركيب الجيني للكائن حدود النمو المحتملة بينما تحدد البيئة ما إذا كان من الممكن الوصول إلى هذه الحدود على سبيل المثال قد يكون لدى النبات وراثياً القدرة على الارتفاع فوق الآخرين ولكن إذا لم يحصل على ما يكفي من الضوء والماء أو إذا كان الجو بارداً جداً فقد لا يصل إلى ارتفاعه المحتمل وبالمثل فإن الحيوان الذي لديه جينات تجعله كبيراً قد لا يصل إلى حجمه الكامل إذا كان يفتقر إلى الغذاء الكفي أو كان يقيم في موطن مقتض تخيل أن لديك وصفة لكعكة ضخمة ولكنك تفتقر إلى المكونات أو مساحة الفرن اللازمة لخبزها في ساحة الحياة الواسعة تعمل كل من البيئة والجينات كموصلات مشتركة حيث تنظم نمو وتطور الكائنات الحية إنه توازن دقيق بين الطبيعة والتنشئة مما يسلط الضوء على التعقيد المثير لعلم الأحياء ترجمة نانسي قنقر